أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج تيك بلس حلقة هذا الأسبوع فيها مواضيع جداً مهمة أولها مؤتمر ميتا الخاص بالنظارات الذكية وأيضاً إنجاز طبي كبير في السعودية بالاعتماد على الرجال الآليين في زراعة القلب وهي أول عملية في العالم ومايكروسوفت تعتمد على الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء للذكاء الاصطناعي كل هذا وأكثر معي أنا عبدالله السبع تخيل أنك قادر تشغل نظام الويندوز على جوالك الآيفون أو حتى جوالك الأندرويد يعني قادر تستخدم كل الشغلات التي تحتاجها من خلال نفس جوالك هذا الشيء الذي سويتها مايكروسوفت بالتطبيق الخاص فيها الذي أعلنت تالي للمستخدمين التطبيق هذا سيكون متاح على جوالات الآيفون أو الأندرويد أو حتى أجهزة التابلت وهذا يعطيك مميزات إضافية أنك قادر تستفيد من كل مميزات الويندوز من خل داخل التطبيق طبعا واضح أن الفكرة تعتمد على الخدمات السحابية يعني بشكل بسيط التطبيق هو مجرد واجهة للسيرفر الذي موجود عليه النظام وانت قادر تدخل عليه وتشوف المعلومات التي موجودة فيها وتثبت التطبيقات وغيرها فالفكرة بشكل بسيط أنه تعطيك إمكانية استخدام تطبيقات الويندوز من خلال داخل التطبيق عن طريق السيرفر مع العلم من الواضح أن الفكرة هذه ستكون خاصة في البداية للشركات وأيضا للمدارس وقد تتوسع فيها مايكروسوفت مستقبلا وتخدم فيها بقية المستخدمين مايكروسوفت تفكر باستخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة أنتم عارفين أنه أغلب محطات الطاقة النووية تم إيقافها في أمريكا من فترة جدا طويلة لكن الآن بسبب ثورة الذكاء الأصطناعي بدت ترجع الطاقة النووية أنها تكون خيار للشركات بسبب أن الذكاء الأصطناعي قاعد يستهلك طاقة جدا عالية تخيلوا محطة الطاقة النووية التي مايكروسوفت تتفكرها ترجعها ستقدر أنها تشغل أكثر من 800 ألف بيت وكل هذا لعيون الذكاء الأصطناعي فالواضح أنه في أزمة كبيرة في إنتاج الطاقة الخاصة بالسيرفرات التي تساعد الذكاء الأصطناعي وهذا يرجعنا إلى الأبحاث التي يعملها أغلب الشركات بتقليل الطاقة التي تستهلكها السيرفرات وأيضا المعالجات التي تستهلك طاقة جدا كبيرة وللمعلومية يوم جاء رئيس أوبن أي آي عندنا في الخليج كان عنده هاجس جدا كبير أن يحتاج أن يسوي محطات ولازم يكون عندها شرطين أن تكون قريبة من البحر عشان تسحب موية وتبرد المحطة وبنفس الوقت يحتاج أنه قيمة الطاقة تكون جدا منخفضة وهذا الشيء اللي الآن قاعد تسويه مايكروسوفت بالاعتماد على الطاقة النووية مع العلم الآن مع التقنيات المتطورة بدأت تكون الطاقة النووية مصدر آمن لإنتاج الطاقة كانت فيها مشاكل في السابق لكن الآن مع تطور الأبحاث ومع وجود أبحاث جدا كثيرة تدعم هذا المجال واضح أن الطاقة النووية ستبدأ تصنف كطاقة نظيفة وترجع للاستخدام عند الشركات كل فترة تطلع قضية قبل فترة تكلمنا في حلقة عن مشكلة استداف المراهقين في الإعلانات الآن هناك قضية جديدة ضدهم وهي قضية تتكلم أن جوجل قاعد تسوي طريقنا تستحوذ على الشركات التي قاعدت نافسها في مجال الإعلانات حتى تستفرد في السوق وهذا الشيء اللي رافضت المحكمة وتقول إنها ما هي عدالة منافسة لأنه بكذا أنت قادر جوجل تتحكم بالسوق وتتحكم بالمعلنين وتتحكم حتى بأسعار الإعلانات وهذا يخلي السوق غير حر مع العلم في أدلة ضد جوجل تقول فيها إنه في إيميلات داخلية وأيضا بعض الأدلة المختلفة اللي تبين استراتيجيتها في الاستحواذ على الشركات المنافسة حتى تستفرد بالسوق لذلك الآن في قضايا جدا كبيرة على جوجل بسبب استحواذها على السوق ووجود أموال جدا كبيرة موجودة عندهم تخليهم يستحوذون على أي شركة ناشئة في المجال ويستفردون في السوق ويكونون هم الوحيدين اللي موجودين في هذا المجال منصات التواصل الاجتماعية قاعد تسبب آثار غير صحية عند المراهقين لذلك تذكرون التنبيه اللي يطلع عند أي جهاز أنت تشتريه أو أي موقع أنت تدخله أنه يطلع لك تنبيه يقول لك ترى هذا الموقع قد يكون ضار صحيا أو هذا المنتج قد تكون فيه أضرار صحية واضح أنه في دعوات حاليا تقول أنه يجب على منصات تواصل الاجتماعية وضع مثل هذا التحذير الصحي لعدة أسباب منصات تواصل الاجتماعية بسبب أنها قاعد تسبب إدمان عند المستخدمين تخليهم ينعزلون عن المجتمع ويحسون بالوحدة بسبب قضاء وجد جدا طويل في منصات تواصل الاجتماعية وأيضا تخليهم ما يمرسون الرياضة فلذلك الآن في دعوات تقول على منصات تواصل الاجتماعية أنه يجب أن تحط مثل هذا التحذير لكن انا اشوف انه بدون فايدة الواجب انه تفعيل سبل الرقابة ووضع اساليب مختلفة تقلل من استخدام منصات التواصل الاجتماعية علشان تقلل من الضرر اللي قاعد يصير للمستخدمين انتهى مؤتمر ميتا المؤتمر هذا كنا متحمسين لها بشكل جدا كبير لان هذا اول مؤتمر بعد اطلاق قبل لنظاراتها الذكية فواضح ان هذا المؤتمر كانت ميتا تحاول تستفرد وتعرض في عضلاتها وتورين المنتجات وابتكارات الجديدة اللي موجودة عندهم في هذا المجال شركة ميتا اعلنت عن نظارة الميتا كويست 3 اس النظارة هذه يبدأ سعرها من 300 دولار تقريبا لحجم 128 جيجا و 399 دولار لحجم 256 جيجا وهو سعر صراحة جدا مناسب طبعا المعلومية النظارة راح تقدر تتحكم فيها باليد او من خلال عصى التحكم وتم تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير وصار بامكانك انك تشغل عدة تطبيقات بوقت واحد وايضا تدعم تطبيقات نفس يوتيوب نيفتليكس امازون برايم وتويتش وغيرها من تطبيقات مختلفة وايضا عندك مجموعة جيدة جدا من ابعاب اكس بوكس الجميل ايضا اذا انت تمتلك كمبيوتر يعمل بنظام الوندوز 11 راح تقدر تربط النظارة بالكمبيوتر وتحول شاشة الكمبيوتر الى النظارة وتوسع الشاشة بشكل كبير ايضا اعلنوا عن التعاون الجديد ما بين متا و ريبان النظارة الجديدة صارت الان هي نظارة شمسية ونظارة عادية وتقدر تحول العدسات الى عدسات طبية صار فيها تحسينات وميزات الذكاء الاصطناعي مثلا تقدر تتكلم للنظارة بشكل طبيعي وتفهم وتستجيب وايضا تقدر تطلب منها طلب وتكمل الحديث معاه وتعرف انه تكملت الحديثه على الطلب السابق او تقول احفظي مكان السيارة عشان ارجع لها مرة ثانية ايضا النظارة تدعم تطبيق بي ماي ايز اللي مساعدة الاشخاص بعنون مشاكل في النظر حيث يمكنهم من خلال النظارة رؤية العالم من خلال شخص يساعدهم من وراء النظارة ايضا تكلموا عن نظام الذكاء الاصطناعي اللي ما 3 التحديث صار في تحديث تجربة مستخدم وصار اكثر واقعية وصار في مميزات اكثر للمستخدمين اما اقوى شيء صار من وجهة نظري كان اعلانهم عن منصة اوراين المنصة هذه وشكرتها يا جماعة تعطيك نفس تجربة نظارات الواقع الافتراضي نظارات الواقع المعزز لكن شبيعة بالنظارات العادية طريقة التحكم فيها من خلال استراب راح يكون على اليد فتقدر تتحكم فيها وصراحة الفكرة اللي هم حاطينها هي تعزز موضوع النظارات الذكية في المستقبل انت الان قادر تلبس النظارة هذه وحجمها جدا صغير ومو كبيرة ومو مرغقة للعين ولا مرغقة للرأس وقادر تستفيد منها وتسوي تجارب كثيرة قادر تلعب قادر تستخدم النظارة باستخدامات مختلفة فانا اشوف اذا ميتا قدرت تعنن النظارة هذه بشكل رسمية وازالت تجربية راح تكون هي البديل الفعلي للهواتف الذكية في المستقبل صدقا ميتا قاعد تبدع في هذا مجال وتقدم ابتكارات كثيرة خاصة مع وجود كمية كبيرة من التطبيقات اللي موجودة عندهم اللي تعتبر اكبر مكتب التطبيقات خاصة بنظارات الذكية تخيل انك قادر تحول مستنداتك الى مواد صوتية هذا اللي علنت عنا جوجل من خلال تطبيق نوتبوك الام الفكرة انه اي مستند عندك قادر تحوله الى مناقشة صوتية عن طريق نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص فيهم القادر على تحويل الكتابة الى محادثات صوتية الجميل في هذا الموضوع انه قد تستفيد منه مستقبلا في تحويل الكتب الى كتب صوتية او تستخدمها بطرق مختلفة مع العلم انت قادر من نفس التطبيق ايضا تقدر تضيف ملاحظات صوتية خاصة فيك لتبادل الافكار وكأنه بيكون نقاش على الكتابة اللي انت حاطها واضح ان جوجل قاعد تحاولها تستثمر في النماذج الصوتية وتحاول انها تقدم افتكارات اكثر في مجال الذكاء الاصطناعي جوجل ابهرتنا في مؤتمر جوجل اي او بالاعلانات الخاصة فيهم وانا متفائل انه هذه السنة رح يكون عندهم نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة تساعدنا في حياتنا تخيل ينجح تطبيق او لعبة انتم سويها وتحذفها من متجر التطبيقات هذا اللي صار مع مطور لعبة فلابي بيرت اللعبة هذه كانت واحدة من انجح التطبيقات يوم منزلت اللعبة وصلت المركز الاول في اكثر من خمسين متجر تطبيقات حول العالم وسبب الضجة جدا كبيرة والمطور حقها ترى سواها تقريبا في اقل من سبع او ست ساعات تقريبا اللعبة كانت صعبة ومزعجة بشكل كبير للمستخدمين اول ما انزلت وبعدها المطور بسبب انها انجحت خاف وحدفها من متجر التطبيقات وهذا اللي صار يعني لعبة حققت في سنة واحدة تقريبا اكثر من 18 مليون دولار لكن المطور الآن بعد 10 سنوات من حذف اللعبة رجع اللعبة مرة ثانية الى متجر التطبيقات والمشكلة الاكبر تدرونوا انه يوم حذفت اللعبة من متجر التطبيقات بدأت بعض الشركات انها تسوي نفس فكرة اللعبة وتنزلها مرة ثانية في متجر التطبيقات وخذوا ارقام جدا مهولة من وراء الاعلانات وللأسف هو ما اهتم في موضوع حقوق الملكية ولا قاضة الشركات ولا اهتم في هذا الموضوع لكن مو هذا موضوعنا موضوعنا الاكبر انه اي شخص حاليا قادر ان يسوي تطبيق اي شخص حاليا قادر ان يسوي لعبة وممكن هذه اللعبة تنجح بشكل جدا كبير داخل المتجر وايضا تستفيد منها ماليا مع العلم في حلقة سابقة احنا تكلمنا عن كلود سونت انا انصحكم لكم ترجعون للحلقات السابقة وتشوفون المعلومات الموجودة فيها تكلمنا انه انت قادر بالكتابة بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي تسوي لك لعبة او تسوي لك تطبيق فلازم تستفيد من هذه التجرؤة واحدة من اهم مميزات نظام الماك انه اي ملف انت ناوي تتصفحها حدد عليه واضغط مسافة راح تقدر تشوفها بشكل سريع وتاخذ نظرة سريعة عن محتويات الملف هذه واحدة من ميزات صراحة جميلة اللي انا استخدمها مع ملفات الفي دي ايف او الصور او ملفات البوربوينت او حتى النصوص فهو تعطيك صراحة استخدام جدا كبير الى الفيديوهات انت قادر تشوف محتواها بس بالضغط على زر المسافة لو رحت الى نظام الويندوز وحبيت انك تسفيد من هذه الميزة للأسف هذه الميزة راح تفقدها ورح تقدر تسفيد منها ولازم عشان تشوف الصورة او ملف في البي دي ايف او المحتوى اللي موجود داخل اي ملف انك تفتحها وهذا شي صراحة معاملية لذلك في تطبيق حاليا يساعدك يقادر انك تحمل عندك في الويندوز وتستفيد منها وهو تطبيق كوك لك مجرد انك ما تدخل على متجر تطبيقات الخاص بالويندوز تكتب اسم التطبيق وتدخل وتحمله بعد ما ثبته قادر انك تفعله الان لو رحت الى اي ملف موجود عندك على الجهاز مجرد انك تضغط زر المسافة قادر انك تفتحها وتاخذ نظرة على محتويات الملف التطبيق متاح بشكل مجاني على متجر التطبيقات والمطور اسمه PADI XL وهذا شي جدا رهيب انه اتاح ميزة مهمة للمستخدمين ومجانا انجاز طبي كبير في السعودية بزراعة قلب عن طريق الرجال الاليين السعودية من خلال مستشفى ملك فيصل التخصصي متطورة بشكل جدا كبير في مجال الزراعة بالاعتماد على الرجال الاليين والفائدة الكبيرة من الاعتماد على الرجال الاليين انه من خلال الرجال الاليين انت ما يحتاج تسوي قص كبير جدا او تعتمد على الطريقة التقليدية انت مضطر انك تسوي شك جدا كبير في الجسم وهذا يخلي موضوع الاستشفاء جدا صعب عند المرضى لكن بالاعتماد على الرجال الاليين فانت تحتاج مسافات جدا بسيطة او شقوق جدا بسيطة في جسم الانسان وهذا يسرع من عملية الاستشفاء ويخليها اسرع بكثير اللي صار ان السعودية سوت اول عملية زراعة قلب الاعتماد على الرجال الاليين وهذا الشي جاء عليه اشادة عالمية من خلال مستشفى مايو كلينيك عن طريق رئيس قسم الجراحة اللي هو مايكل براون تكلم انه هذا انجاز يخدم البشرية ويخدم المجتمع الطبي لانه راح يسرع من تبني الرجال الاليين طبعا للمعلومية قبل لا يسوون اي عملية دائما يقولون للمرضى تراح يكون هذا العملية من خلال الرجال الاليين ويبيلون لوشوا المزايا انه الشقوق راح تكون جدا بسيطة في الجسم وايضا سرعة الاستشفاء وغيرها كان بعض المرضى في البداية متخوف لكن بعد العملية كانت اراءهم جدا ايجابية لانه سرعت عملية الاستشفاء واستفاده من المميزات اللي موجودة مع العلم اذا قلنا رجل الالي تراه مو رجل الالي كامل نفسها اكتسلا وغيرها من الرجال الاليين اللي تكلمنا عنهم في حلقات سابقة انما هي ادوات معينة تشبه اليد الدكتور يتحكم فيها الفائدة ان الدكتور احيانا ممكن ترج يده لكن الرجل الالي دقيق جدا وما رح تكون في اي ارتجاج وهذا يساعد انه العملية تتم بدون مضاعفات طبية الذكاء الاصطناعي رح يساعد في تحديد الاطفال المصابين بمرض التوحد دائما احنا نتكلم عن مشاكل الذكاء الاصطناعي وانا رح سببنا مشاكل كثيرة في حياتنا وقد يقتل الوظائف لكن شفتوا بعض الاستخدامات الخاصة بالذكاء الاصطناعي رح تساهم في حل مشاكل موجودة في حياتنا كم من الصعب حلها اللي رح يسير انه في ادوات خاصة بالذكاء الاصطناعي يستخدمونها ويحطون مقاطع فيديو للطفل ويحللون سلوكه وذكاء الاصطناعي قادر يقول لك انه هل الطفل هذا في طيف توحدي او لا من خلال تحليل السلوك الخاص بالطفل انت خيله لو اكتشفت ان الطفل وهو عمره اقل من سنتين في مشاكل طيف التوحد قادر انك تعلمه قادر انك تطوره قادر انك تتحكم بشغلات كثيرة موجودة عنده تساعد انه يتلافى مشاكل كبيرة حتى تكون موجودة في حياته وتساعدها في مراحل العلاج الخاصة بالطيف التوحدي مع العلم لازم تعرف معلومة جدا بسيطة ما انصحك انك تروح الى شهات جي بي تي او غيرها من النماذج اللغوية وتحاول تكتشف هل الطفل موجود عنده طيف توحدي او لا لانه لا زال الموضوع هذا في البداية ويحتاج بحث ويحتاج ابحات كثيرة ويحتاج خبراء حتى يقيمون الحالة حتى توصل للنتيجة النهائية الموضوع مبشر الموضوع في فوائد مستقبلية لكن هذه وحدة من الشغلات المفيدة جدا الكثيرة رح تكون موجودة في حياتنا رح يساعدنا فيها الذكاء الاصطناعي مية نموذج ذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر من علي بابا اكلاود بعض الناس رح تستفسر ومش الفايدة منها لنفترض ان عندك افكار خاصة بالذكاء الاصطناعي كيف تقدر تسويها بدان لا تبدأ من البداية وتسوي النموذج بنفسك الان رح تكون عندك نماذج لغوية مفتوحة المصدر تقدر تبني عليها بعطيك مثال بسيط من عالمنا عشان تقدر تستوعب الموضوع الان نظام الاندرويد نظام مفتوح المصدر يوم جو يبنون النظام بدان لا يبنونه من الصفر اعتمدوا على البيئة الخاصة فيه وبدوا يبنون نظام الاندرويد فكيف اعتمدوا على شي بسيط جدا وطوروه لما مصلوا للمرحلة الحالية فهذه الفكرة اللي انا احابة اوصلكم اياها رح تلقى نماذج لغوية كبيرة جدا موجودة عند علي بابا قادر انك تسوي عليها تجارب مختلفة قادر تستفيد من موضوع تخليل الصور قادر انك تستفيد من موضوع تحويل النصوص الى صوت او قادر انك تتحول موضوع الكتابة الى صور وغيرها من الشغلات سابقا كان الموضوع صعب لكن مع النماذج اللغوية مفتوحة المصدر انت قادر تسوي ابتكارات كثيرة من خلالها طبعا الان عندنا علي بابا كلاود وقبل فترة ايضا تكلمنا عن نموذج لغوي مفتوح المصدر من ابل وغيرها من الشغلات المختلفة من الواضح ان الصين قادر تقدم تجارب رهيبة للمستخدمين تخيل مية نموذج لغوي ومجانة للمستخدمين واضح انها قادر تتحدى شركات اخرى دائما كنا نتكلم عن التحديات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ونحتاج وثيقة نقدر نعتمد عليها عشان تنظم موضوع اخلاقيات الذكاء الاصطناعي لان زي ما له فوائد جدا كبيرة له مخاطر بسيطة وله مشاكل كبيرة الامم المتحدة شبهت دخول الذكاء الاصطناعي في حياتنا زي التغير المناخي لذلك الامم المتحدة حاليا تطالب بموضوع ان يكون فيه وثيقة موحدة تجبر جميع العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي انها تلتزم بهذه الوثيقة من الواضح ان الوثيقة رح تركز على الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في جوانب مختلفة في حياتنا لكن الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي طبعا اكثر شغلتين في الذكاء الاصطناعي تسبب مشاكل حاليا انه صار مصدر للمعلومة قد تكون المعلومات الموجودة فيه مغذية بشكل خاطئ او تطرح وجهات نظر محددة دون النظر الى وجهات نظر اخرى فمواضيع تاريخية ما تقدر تأخذها من الذكاء الاصطناعي مواضيع خاصة وفيها خلافات كثيرة ما تقدر تأخذها من الذكاء الاصطناعي وقد تسبب مشاكل عند المستخدمين من الواضح ان الوثيقة قد تنظم علاقتنا مع الذكاء الاصطناعي وتحد من الاستخدامات الخاطئة للذكاء الاصطناعي ايضا قد يكون هناك قوانين خاصة في موضوع التزييف العميق اللي ممكن يسبب مشاكل للمستخدمين وامور مختلفة تحد من قدرة الشركات في انتاج مقاطع وفيديو من خلال ادوات الذكاء الاصطناعي اجمالا هذه الوثيقة من المؤكد انها لو اطلعت راح تكون جدا مفيدة للدول المختلفة لان راح تساعدها في الاستفادة من القدرات المميزة جدا في مجال الذكاء الاصطناعي عصر الشك بسبب الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق هذا اللي صاير حاليا لما فيه مطالبات مختلفة بسبب انه قد يتم تزييف امور مختلفة حول العالم بمساعدة الذكاء الاصطناعي والقدرات اللي موجودة فيه الشرق كانت سباقة في برنامج الوان الشرق مع المذيعة اهدي العيان تكلمت عن هذا الموضوع وسوت فقرة تكلمت عن شغلات مختلفة بلغات مختلفة فقط لتوعية المستخدمين طبعا فيه شركات كثيرة حول العالم وتحاول انها توجد حلول مثل جوجل اللي قالت انها قاعد تطور الآن نموذج لغوي خاص فيها يساعد في اكتشاف مقاطع الفيديو المعدلة وايضا الصور المعدلة من خلال الذكاء الاصطناعي واستبعادها هذا الموضوع ادى لظهور مصطلح جديد وهو موضوع عصر الشك العميق أبل تطلق برايفت كلاود كومبيوت وهذه فكرة جديدة من أبل حتى تحافظ على قدرات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة عندهم وتحافظ على بيانات المستخدمين وخصصيتهم وهذا الشيء اللي صايره دائما أبل تتكلم عنه أكثر من مرة في متمر أبل الأخير تكلم عن قدرات الذكاء الاصطناعي والشغلات اللي موجودة عندهم وركزوا على موضوع الحفاظ على خصوصية المستخدمين وبياناتهم الآن تطبيق الخرائط تطبيق الصور سيري وغيرها من التطبيقات كلها تعتمد على الذكاء الاصطناعي طيب اعتمادهم على الذكاء الاصطناعي يحتاجون بنيه خاصة بابل حتى تحافظ على خصوصيات المستخدمين وبياناتهم لذلك اطلقت الرايفت كلاود كومبيوت علشان تحافظ على خصوية المستخدمين وبياناتهم ومتوقع أنه يكون في استفادة أكثر من قبل المطورين لهذا النموذج بشرح لك بشكل جداً بسيط علشان تعرف الفكرة الآن عندهم سيرفرات خاصة فيهم السيرفرات تعتمد أيضاً على معالجاتها الخاصة في أبل اللي هي الـ M1 والـ M2 والـ M3 والـ M4 علشان تكون على قولتهم كلها من أبل وتتأكد أبل أنه ما في بيانات تسرب من قبل المستخدمين خارج الكلاود الخاصة فيها مثال بسيط لنفترض أنك أنت سألت نموذج الذكاء الاصطناعي لأبل انتليجنت عن شيء تحتاجه فهو رح يسوي كل شيء داخل الجهاز لكن إذا احتاج أن يعالج بعض البيانات في الكلاود هنا أبل خايف أنه بيانات المستخدمين تتسرب لذلك أعلنوا عن الـ Private Cloud Compute علشان يقدرون من خلاله يحللون البيانات ومن خلال هذه السرفرات الخاصة فيهم وترجع مرة ثانية للمستخدم وبعدها يتم حذف كل البيانات من الـ Data أو من الكلاود وبعطيك شيء أقوى لنفترض أن البيانات راحت للكلاود الكلاود نفسه ما رح يعرف من الجهاز اللي أرسله البيانات لأنه رح تكون البيانات جداً مشفرة وأعطيك شيء أقوى أكثر صحيح أنه رح نعتمد على شجي بيتي في تحليل البيانات وإعطائك معلومات شجي بيتي ما رح تعرف من المستخدم اللي يرسلها البيانات فهذا يعزز من حماية المستخدمين وخصوصياتهم Nothing واحدة من الشركات الرهيبة جداً في مجال الهواتف الذكية طبعاً هي بدأت في سنة 2020 وما كان عندها عمر طويل في إنتاج الأجهزة طبعاً أنتجت جوالات رهيبة جداً كان الفكرة أنها تعتمد على التصميم وتجربة المستخدم وقد لمثلنا عدة جوالات خلال السنوات الماضية كانت رهيبة السنة الماضية تقريباً أو بداية السنة الحالية أعلنوا عن سماعات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعطي المستخدمين فوائد جداً كثيرة لكن أعلنوا عن إصدار جديد من سماعتهم الفكرة منها أنه رح يكون سماعة تنحط خلف الإذن وتكون قريبة من فكرة سماعات الباور بيتس برو وهذا رح يعطي المستخدمين إمكانية أنهم مرسون الرياضة وأيضاً الأنشطة التي تحتاج حركة سريعة علشان السماعة ما تطيح منك السماعة رح تكون متاحة للمستخدمين خلال فترة بسيطة ورح نحاول أن نسوي فقرة مستقبلاً نعلمكم على السماعات اللي من هذا النوع ونعطيكم تجاربنا فيها نهاية تيك بلس يمكنكم مشاهدة الحلقة والحصول على المعلومات اللي موجودة فيها دائماً عبر موقع الإلكتروني وحساباتنا في منصات التواصل الاجتماعية فريقنا في تيك بلس دائماً يحرص على توفير آخر الأخبار وأيضاً موراء الخبر حتى نعطيكم نظرة على السوق التقني نشوفكم إن شاء الله على خير الأسبوع القادم كم معاكم عبدالله السبع إلى اللقاء اشتركوا في القناة